مشاهدين الكرام نحن الآن في جبل العجارم حيث استطاع الجيش الوطني أن يحرر هذا الجبل صباح اليوم الحديث عن أهمية هذا الانتصار وحراز التقدم وكيف تم معنا هنا محمد عبدالله القادر أحد القيادات الميدانية في الجيش الوطني لجبهة سرواح تم العمل من وقت صلاة الفجر وتمت العملي على طريق الالتفاف وتم الالتفاف طبعا من هناك ما أنت شايف من هناك من طرف السائلة هذهك وروح مع السائلة حتى هناك وتمت العملية على طريقتين هناك تم المدخل الأول ومن هنا المدخل الثاني إلى هنا جبل العجارم اللي احنا فيها الآن بعدما تمت السيطرة عليه طبعا من قبل طبعا العملية كلفت للكتيبة السائلة ثلاثة وكتيبة خولان الطيال طبعا عندما سقط هذا الجبل جبل العجارم تمت السيطرة على السرواح بشكل عام كمان شايف على المواقع اللي أمامك هناك على اليمين أتبها الحمراء هناك كمان شايف هذه كتبها الحمراء هناك كتبها الحمراء واللي جنبها أتياس واللي أنت شايف الجبال المرتفعة هناك أسمها الأشقري وبيض تم طبعا هيلان سقوط هيلان والمشجع من هنا كمان شايف صرواح والمطار سوق صرواح طبعا والمطار من هنا على يسارك قدوا هنا حباب والحجلان والدماج وهنا المواقع كلها الآن بيدل اسمها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية إذن كما سمعتم مشاهدين الكرام إلى هذا الشرح التفصيلي الذي وضحه القيادة الميداني في الجيش الوطني محمد عبدالله الغادر عن أهمية الانتصار وكيف أحرز هذا التقدم خليل طويل من أعلى كمة في منطقة السرواح جبل العجارم قناة بلقيس